بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك العظم وعلى آله وصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعوا علم الله أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي المنهجي القاهري المصري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفات وشرحها بالدرين آمين وما زلنا في النوع الرابع والعشرين معرفة الوقف والابتداء ومن أنواع الوقف القبيح هو الذي لا يفهم منه المراد نحو تقول الحمد وتقف كما تقول الحمد لله مشاني بكلام واضح فما تقفش على معنى غير واضح فلا يوقف عليه ولا على الموصف دون الصفة ولا على البدل دون المبدل منه ولا على المعطوف دون المعطوف عليه نحو كذب الثمود وعادة يعني ما تقولش كذب الثمود وبعدين تقول ايه قارعة كنا مش حلو فهمت بقى ازاي قول كذب الثمود وقعدهم بالقارعة قال ليك حلو فالقبيح يوقف وقف قبيح والحلو يوقف وقف حلو فانت عايز تبقى قبيح ولا حلو واقبح ولا على المجرور دون الجار واقبح من هذا الوقف على قوله لقد كفر الذين قالوا وبعدين يبتدي ان الله المسيح ان الله هو المسيح ابن مريم ده كده توكيد يا ابن ده ام اللي قاله فازاي انت تبتديها جملة تقول ان الله هو المسيح ابن مريم ايه القبح اده تهم انفعش ومن يقل منهم توقف عليها تقول ومن يقل منهم وبعدين تقول اني الهم من دون الله دي تمشي دي تمشي دي ولا محتاج انك انت بقى ايه تتقدب محتاج يتقدب صح ولا لا ان الله هو المسيح ابن مريم ان الله ثالث ثلاثة يبتدي كده يعني ينفع اني اله ويقف تم تكمل يا قف ومن يقل منهم اني اله فهمت بقى ازاي تكملها كده ومن يقل منهم اني اله من دون الله فذلك نجزيه جهنم تمشي جملة مفيدة حلوة كده لان المعنى يستحيل بهذا في الابتداء ومن تعمده وقصد معناه فقد كفر ومثله في القبح الوقف على فبهت الذي كفر والله ينفع دي فبهت الذي كفر توقف عليها وبعدين والله لا يهدي القوم الظالمين ماشي وممكن برضو ايه الوقف القبيح تقول ايه مثل السوء ولله كما تقول ولله المثل الاعلى وشبهه او شبهه ومثله وان كانت واحدة فلها النصف ولأبويه كده يوح اني أبويه كمان ليه من نصف لا تقافش على اليابويه قل فلا النصف ولأبويه لكل واحد منهما استدوس مما ترك إن كان له ولأ وزيه برضو إنما يستجيب الذين يسمعون والموت تبقوا الموت بيستجيبهم إنما توقف إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يحشرون تبقى كده معاني حلوة جميعا واللي عايز يعرف الوقف والابتداء المنضبط اسمع قراء المصريين الشيخ الحصري الشيخ البنة الشيخ علي محمود الشيخ محمد رفعت الشيخ عبد الباصد تتعلم يقفوا إزاي ويوصل فيه ويعمل إيه هو ده العلم اسمعش للجماعة اللي بينوح النوحين عارفهم إنت أقولك أسماءهم وقنواتهم مش حاولها النهار بس إنتوا عارفين كأنه قاعد بينوح على قبر ولا غنان كويسة ولا تفخيم وتركيج كويس ولا وقف وابتداء كويس فهمت إزاي فشوهوا القرآن لأنه هم أصلا عقيدتهم مشوها ولم يتعلموا على المشايخ فهمت فتاخد بالك من الحكاية دي لا عايز يتعلم يتعلم القراءة المصريين مش تعصب دي حقيقة ليه لأن أخذوها كده بالأسانيد المتصلة شيخ عن شيخ عن شيخ لحد الصحابة لحد النبي فهمت وأقبحوا من هذا وأشنع الوقف على النفي دون حروف الإيجاب نحو لا إله ينفع كده فبتقول لا إله إلا الله يا أخي فهمت فمينفعش لا إله وتوقف لا إله إلا الله وما أرسلناك ويقف تبقول لا يا أخي وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا تبتنفي الإرسال تنفي الرسالة عن النبي تقول لي وما أرسلناك وتوقف فهمت ما ينفعش وَكَذَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُ يعني كمان الذين كفروا لهم مغفر أجر عظيم ده ينفع الكلام طيب وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا يؤف فالذين أمانوا كمان دخلين مع اللي أضل عملهم ما ينفعش كده فإن اضطر لأجل التنفس جازة ذلك ثم يرجع إلى ما قبله حتى يصلوا بما بعده ولا حرج زي برضو حصلت هنا في مسجد الأشراف أثناء رمضان واحد يقرأ بالناس وقف على إيه وقف قبيح برضو يقول إيه قل من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو وقف كده فإن الله عدو إيه ده دي يسمع تنفع دي تقول فإن الله عدو للكفر أو وقفت نفسها خلص وقول فإن الله وبعد نكمل فإن الله عدو للكفر إنها تقولي شيء فإن الله عدو إيه ده فهمت بقى إزاي فالوقف القبيح أمثلته كتيرا بقى ناخد بالنا منه وقال بعضهم إن تعلقت الآية بما قبلها تعلقا لفظيا كان الوقف كافيا نحو إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ماشي لأنه متعلق تعلق لفظي كأنك حتعرف الصراط أنت عايز الصراط المستقيم الصراط المستقيم بتاع إيه اللي هو صراط الذين ماشي وإن كان معنويا فالوقف على ما قبله حسن وكافر نحو الحمد لله رب العالمين كده حلو جميل كلنا بنقف عليه وإن لم يكن لا لفظيا ولا معنويا فتام كقولي ولا هم يحزنون بعده الذين يأكلون الربا وإن كانت الآية مضادة لما قبلها كقولي أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش إزاي بقى جدا كأن خليت أصحاب النار هم الذين يحملون العرش ما ينفعش في صور الغافر فالوقف علي قبيح واعلم أن وقف الواجب إذا وقفت قبل والله ثم ابتدأت بوالله وهو الوقف الواجب كقوليه تعالى حذر الموت والله محيط بالكافرين وقال بعض النحويين يعني ما تقول حذر الموت حلو بقى أن تقول والله محيط بالكافرين ماشي يبقى حذر الموت هذا الوقف إيه واجب أو جائز على اختلاف إيه وصف القراء له وقال بعض النحويين الجملة التأليفية إذا عرفت أجزاؤها وتكررت أركانها كان ما أدركه الحس في حكم المذكور فله أن يقف كيف شاء وسواء تم وغيره إلا أن الأحسن أن يوقف على الأتم وما يقدر به وذهب الجمهور إلى أن الوقف في التنزيل على ثمانية أضرب يعني أنواع تام وشبيه يعني وشبيه بالتام وناقص وحسن وشبيه به وقبيح وشبيه به وصنفوا فيه تصنيف فمنها ما أثروه أثروه عن النحاة أثروه يعني نقلوه أثروه عن النحاة يعني نقلوه ومنها ما أثروه عن القراء ومنها ما استنبطوه ومنها ما اقتدوا فيه بالسنة فقط كالوقف على أواخر الآية وهي مواقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذهب أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة إلى أن تقدير الموقف عليه من القرآن التام والناقص والحسن والقبيح التسمية دي كلها وتسميته بذلك بدعة ومتعمد الوقف على نحوه متعمد ومبتدع قال لأن القرآن معجز وهو كالقطعة الواحدة فكله قرآن وبعضه قرآن وكله تام حسن وبعضه تام حكى ذلك أبو القاسم بن برهان النحوية عنه ولم يوافقه العلماء خلوه يقول اللي يقوله وما لهمش دعوه مش يبره بتسكة بتاعته دعم يعني مش شرط أن كل واحد عالم يقول حاجة تمشي وراه زي الوهبية كل ما ابن ثم يقول حاجة يمشي وراه طب ما تفكر ما يمكن أهل حاجة أخطأ فيها ولا هو معصوم هو نبي ما فيش عالم نبي العالم قد يخطئ قد يصيب قد يخالف الإجماع ونجرى اش حاجة يفكر ونرد عليه ونتبعه فيما صح وهكذا طول عمر الدنيا كده لحد ما نشأت الفكرة الفرقة الضالة دي عندهم حسن البنة لا يخطئ واخد بقى محمد عبد الوهاب لا يخطئ ابن تيمية لا يخطئ ابن باز لا يخطئ عندهم كده سيد قطب لا يخطئ في الضلال اللي يقوله قرآن معلشا كده أضلوا وأضلوا كل واحد يقول اللي هو عايزه وكلك واحد كلامه قبل للمناقشة فهمت بقى ازاي لكن ما فيش انها ايه ان كلامه منزل الا كلام النبي والقرآن بس فهمت حتى الصحابة كلامهم بنضعوا على الميزان الامام الشفري له حتى يعني في الرسالة فصل في حجية قول الصحابة واخد باقي عادي حتى قول الصحابة هالحجة واللغير حجة مناقشة في امتباء ازاي لكن ايه لما نشأت الفرق الضالة ايه كل واحد اعتبر لنفسه باقي واحد لا يخطئ فمشي وراه ولو دخل جحر ضب اندخله وراه فنكت بأن وقال ابن الانباري لا يتم الوقف على المضاف دون المضاف اليه ولا على الرافع دون المرفوع ولا على المرفوع دون الرافع يعني الخلاصة انك توقف على جملة مفيدة او عايز يقولك اوقف على جملة مفيدة بحيس لو فردت ان واحد سمع الجملة دي بس ومشي يبقى اخد معنى مفيد ولا على الناصب دون المنصوب ولا عكس ولا على المؤكد دون التأكيد ولا على المعطوف دون المعطوف عليه ولا على ان واخواتها دون اسمها ولا على اسمها دون خبرها وكذا ظننت ولا على المستثنى منه دون الاستثناء ولا على المفسر عنه دون التفسير ولا على المفسر عنه دون التفسير ولا على المترجم عنه دون المترجم ولا على الموصول دون صلة ولا على حرف الاستفهام دون ما استفهم به عنه ولا على حرف الجزاء دون الفعل الذي بينهما ولا على الذي يليه دون الجواب وبرضو ولا حرف النداء دون المنادة ما تقولش يا أيها الناس عبودوا ربكم تنفع دي ما ينفع قول يا أيها الناس عبدوا ربكم كده جملة واضحة فهم وجوز أبو علي الوقف على ما قبل إلا في إلا أحيانا تأتي بمعنى لكن تبقى يسموها استثناء منقطع ساعتها ممكن توقف لأن الاستثناء المنقطع تبقى إلا فيها بمعنى لكن زي ما يقول إيه يا أيها الذين أمانوا لا تأكلوا أموا لكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طراد منكم إلا دي يعني بمعنى لكن لأن التجارة مش من جنس أكل المال بالباطل فيهم تبقى إزاي فيجوز أنك تقول يا أيها الذين أمانوا لا تأكلوا أموا لكم بالباطل وتوقف وبعدين تبتدي إلا أن تكون تجارة عن طراد منكم ماشي لأن إلا هنا بمعنى لكن فيهم فناخد بنا من مثل هذه الأشياء لكن أما تبقى إلا استثناء متصل يبقى ما تقفش عليها بقى كمل علشان توضح المهام والفرق بين المنقطع والمتصل إيه إن المتصل المستثنى منه من جنس المستثنى تفهم أما تقول جاء التلاميذ إلا واحد يبقى الواحد ده منهم أما تقول جاء التلاميذ إلا حمار طيب ما قال حمار مش تلميذ يبقى ده استثناء إيه منقطع لأنه مش من جنسه تفهمت إزاي؟ وإن كان في بعض التلاميذ يتصف بصفة البليد لكن معلش لكن مهما كان إنسان تفهم؟ وجوز أبو علي الوقف على ما قبل إلا إذا كانت بمعنى لكن كقوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه يعني لكن ما اضطررتم إليه وكقوله إلا بتغاء وجه ربه الأعلى وإلا اتباع الظن ونحوه وقال أبو عبيد يجوز الوقف دون إلا خطأ إلا اللمم إلا يعني وما كان المؤمنين يقتل المؤمنين إلا خطأ يعني ممكن تقول إيه؟ شوف كان سيدنا اسماعيل صديق العروي لطيف كان مرة بيخطب خطبة جمعة ويكلم على القتل يعني وتحريم القتل النفس بغير حق فيقول إيه؟ وما كان لمؤمنين أن يقتل ويقف جملة مفيدة جميلة صح؟ وما كان لمؤمنين أن يقتل وبعدين يروح إيه راهة تاني وما كان لمؤمنين أن يقتل مؤمناً ويقف واخد بالك دائما عنا تاني وبعدين إيه راهة تالت مرة وما كان لمؤمنين أن يقتل مؤمناً إلا خطأة شوف كم معنى؟ وهي الآية واحدة في إمتى الوقف بيديك إيه ملمح هنا ملمح وينه ملمح وينه ملمح تقيمت ازاي فناخد بالنا من الحاجات المهمة دي وقال ابو عبيد يجوز الوقف دون الا خطأ زي ما قال ايه وما كان لمؤمن ان يقتل وقفه تقيمت ازاي مع اني لستة الجملة ما كملتش بس كده جملة مفيدة برضه تقيمت الا اللمم في زورة النجم الذين يجتنبون كبائر الاثم حلو وفي قراءة تانية الذين يجتنبون كبير الاثم ماشي حلو جميل وينتقول الا اللمم بعدها ماشي لان اللمم مش من الكبائر ده استثناء منقطع اللمم من الصغائر فهمت بقى ازاي ففي فرق من الصغيرة والكبيرة فناخد بالنا من مثل هذه المعنى إلا خطأة إلا اللمم إلا سلامة لأن المعنى لكن يقع خطأ يعني إلا خطأ لكن يعني بمعنى إلا خطأ يعني لكن قد يقع القتل خطأ ولكن قد يلم في قولي إلا اللمم إلا سلامة ولكن يسلمون سلامة وجميع استثناء منقطع زي برضو ايه قول قول الله عز وجل يا موسى أقبل ولا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم تابعوا في مرسلين ظلموا لا إلا من ظلم من أتباعهم لأن المرسلين دول إيه معصومون يبقى إلا من ظلم هنا استثناء منقطع فهمت إزاي إنه إلا لا يخاف لدي المرسلون وقف حلو إلا من ظلم فإني ثم إيه ثم تاب من بعد ذلك فإني غفور الرحيم ماشي فهمت يبقى بدأت بإلا لأن إلا هنا بمعنى لكن استثناء منقطع ليس من جنس المستثنى منه وأمثلة كتيرة بقى في القرآن أمثلتها كتيرة طول ما أنت ماشي جرعت لها أمثلة كتير اللي مفهمش الاستثناء المنقطع ده زي ابن تيمية والمعتزلة وغيرهم قال لك إن المرسلون قد يظلموا ولكن قبل البعث يعني يرتكبوا الحرام وجعلها استثناء متصل وابن تيمية مشي وراهم والوهبية مشي وراهم فهمت إزاي وهذا خطأ مخالف لأهل السنة والجماعة الأنبياء معصومون قبل البعثة وبعدها سواء فهمت بقى إزاي فناخد بالنا من الحاجة وقال وقال غيره لا يجوز الوقف على المبدل دون البدل إذا كان منصوبا وإن كان مرفوعا جز الوقف عليه والحاصل أن كل شيء كان تعلقه بما قبلك تعلق البدل من بدل به أو أقوى لا يجوز الوقف عليه يعني الخلاصة أنك أنت تقف على جملة مفيدة في إمت إزاي قالي الحاجة مسألة فصل بعضهم في الصفة بين أن تكون للاختصاص فيمتنع الوقف على موصوفها دونها وبين أن تكون للمتح فيجوز وجرى عليه الرماني في الكلام على قوله تعالى وبشر الصابرين بشر الصابرين الآية اللذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا يعني يجوز الوقف على بشر الصابرين فهمت بقى إزاي لأن هنا الصفة الذين إذا أصبتهم دي ليست على سبيل الاختصاص ولكن على سبيل المتح فطالما على سبيل المتح ممكن أقف قبلها فهمت إزاي قال ويجوز الوقف عليه خلافا لبعضهم وعاملوا الصفة في المتح غير عامل الموصوف فليادة جازة قطعوها عامة قبلها بخلاف الاختصاص فإن عاملها عامل الموصوف وسيأتي في كلام الزمخشري ما يؤيده بعدين يعني هيقوله بعدين ونقف عند هذا الحد نكمل غدا إن شاء الله يعني قارئ القرآن لازم يكون عنده مفهومية باللغة وبالمعاني وبالنحو واخد بالك إزاي وعنده مفهومية كمان بإيه بالقراءات المختلفة يبقى عالم يعني مش مجرد يحفظ كده وخلاص هي مش برطامة هي فهمت لا لازم يبقى يقرب علم هذه الحكاية فربنا يعلمنا واجعلنا من أهل القرآن وخاصة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد وإلا أنك نستغفر لك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي أرضال صالات على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعداد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكره الغافلون